أكد الرئيس عبدالفتح السيسي أن انعقاد الدورة الثانية لمؤتمر بغداد للتعاون وشرك بالأردن يأتي بعد انعقاد الدورة الأولى في بغداد في أغسطس 2021 لدعم الجهود الوطنية للعراق حكومة وشعبا لحفظ استقراره وتعزيز دوره الإقليمي والعربي الفاعل جاء ذلك خلال كلمة سيد الرئيس خلال دورة ثانية من مؤتمر بغداد والذي عقد بالبحر الميت في الأردن إن انعقاد قمتنا اليوم يحمل معه دلالة سياسية مهمة على اعتزامنا مواصلة توفير كافة سبل الدعم للعراق الشقيق ورغبة صادقة في الانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة من خلال تعزيز العمل في أطر التعاون الثنائي أو المتعدد كألية التعاون السلاسي بين مصر والعراق والأردن أو غيرها كما يمثل اجتماعنا فرصة لتبادل وجهات النظر واستكشاف أفاق جديدة للتنصيق والتعاون بين بلادنا والعراق دعما لمساراته نحو الاستقرار وبما يعزز قدراتنا في مواجهة التحديات المرتبطة بالأزمات الدولية وما يستدبعها من تحديات عابرة للحدود في مجالات الصحة وأمن الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد وغيرها وبما يحقق مصالح شعوبنا